المتابعين الكرام في المملكة العربية السعودية أسعد الله وقاتكم بكل الخير إليكم آخر تطورات الأحوال الجوية من خلال النشرة الجوية الرئيسية نبدأها بآخر صور أقمار الاصطناعية التي تشير تقريباً لخلوص ماء المملكة من تواجد السحب سوى المناطق الشمالية من المملكة مع أجواء مغبر للغاية في الحدود الأردنية أو السعودية الأردنية والسعودية العراقية حيث تهب هناك رياح قوية وأجواء مغبرة في عموم تلك المناطق طبعاً من المعلوم ومن المعروف بأن المملكة على موعد مع تأثر بأحوال جوية غير مستقرة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع تتمثل أولاً غداً الجمعة بارتفاع لافت على درجات الحارة في عموم المناطق الوسطى الجنوبية الغربية والمناطق الشرقية من المملكة تتجاوز درجة الحارة مثلا في العاصمة رياض حاجز 35 درجة مؤوية لكن يوم السبت يتوقع أن يطلع انخفاض حاد والانقلاب جذري على الأجواء إثر توغل كتلة هوائية باردة إلى المناطق الشرقية والوسطى من المملكة وبالتالي يتوقع حدوث انخفاضات متتالية وملموسة على درجات الحارة بمشيئة الله تعالى الأمر الآخر هو طبعا يتوقع أن تهب رياح قوية بمشيئة الله تعالى على المناطق الشمالية الغربية من المملكة تحديدا اعتبارا من ساعات فجر يوم الجمعة تتشكل على إثرها عواصف وسلسل العواصف الرملي التي قد تتحد مع بعضها البعض وتتوجه لاحقا إلى المناطق الشرقية والشمالية الشرقية ومن ثم العاصمة الرياض ولاحقا مع ساعات صباح يوم السبت تصل إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة مثل نجران ووادي الدواسر التسلزل الزمني للأحوال الجوية وشدة العواصف الترابية المتوقعة أكثر المناطق تأثرا بهذه العواصف الرملية المتوقعة غدا الجمعة هي مناطق القصيم الشرقية حفر الباطن والرياض المنطقة الأخرى الأقل تأثرا لكنها بشكل قوي أيضا حائل والحدود الشمالية والجوف وأخيرا تصل هذه العواصف الرملية بشكل أخف إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها نجران مع ساعات صباح يوم السبب بعض البعلوات حدوا تسلسل الزمني للموجات الغبارية إذن اليوم نهارا كما لاحظنا كان هناك موجات غبارية كثيفة في المنطقة الشمالية من المملكة في منطقتين عرعر وأجزاء من الجوف والحدود السعودية الأردنية والقريات والطريف والحدود السعودية العراقية إضافة إلى أجزاء قريبة من رفحاء أما مع ساعات صباح يوم الجمعة غدا صباحا ينتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية بشكل لافت مسببا موجات غبارية كثيفة على المناطق الشرقية من المملكة مثل الجبال والدمام في حين تنشط الرياح بشكل كبير وعلى شكل عواصف في المناطق الشمالية الغربية لأنها تشمل منطقتين عرعر وأسكاكا أو الجوف والحدود الشمالية أجزاء من حائل ويؤدي ذلك إلى تشكل سلسلة من العواصف الرملية بما شئت الله تعالى في تلك المنطقة خلال ساعات ظهيرة يوم الجمعة تنتقل هذه العواصف الرملية إلى مناطق أكثر جنوبا لتصل إلى مناطق قريبة من رفحاء حائل والقصيم أيضا وتتحد مع بعضها البعض في حين تهب رياح جنوبية غربية إلى غربية شديدة سرعة أحيانا في المناطق الشرقية مسببا موجات غبارية كثيفة مثل الجبال والدمام وربما أيضا تتعرض العاصم الرياض لبعض الموجات الغبارية الكثيفة في ساعات النهار مع ساعات المساء يتوقع أن تتحد هذه العواصف الرملية جميعا مع بعضها البعض وتتجه إلى العاصم الرياض والمناطق الشرقية ويتوقع أن تكون صباب هبات قوية من الرياح وتدني كبير لمدى الرؤية الأفقية بمشيئة الله تعالى أما في ساعات صباح يوم السبت يتوقع بمشيئة الله تعالى انتشار هذه العواصف الترابية والرملية إلى جنوب غرب المملكة وعد الدواسر والأجران والإحساء شرقا بالإضافة للبحرين وقطر والإمارات واستمرار هبوب الرياح الشمالية النشطة المثيرة للغبار على الجبال والدمام وربما أيضا أجزاء من الرياض المخطط الزمني أيضا للعاصمة الرياض الكثافة الرمال والأترب المتوقعة إذن هذا يوم الخميس نراحض أن مستوى الرمال الخفيف يرتفع تدرجيا نهار يوم الجمعة ليصل دروتهم على ساعات اليوم الجمعة على السبت ويتراجع بشكل تدرجي نهار يوم السبت بالنسبة للرحلات البرية والخروج إلى البر والمكشات فلا ينصح أبدا بالخروج في كل من الجوف والحدود الشمالية حائلة القصيم والرياض حفر الباطن والشرقية في حين يعتقد بأن أنطقة النجران ووادي الدواسر تكون بها ظروف غير مناسبة اعتبارا من ساعات صباح يوم السبت في حين تكون الظروف مناسبة في المناطق الغربية من المملكة مع الانتباه من اضطراب البحر بحر الأحمر بشكل تدرجي بالنسبة للأحوال الجوية هذه ليلة في العاصمة الرياض فالأجواء تبقى مستقرة إجمالا لكن الأجواء دافئة درجة حارة 24 درجة مئوية في ساعات النهار الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة قد انتصل درجة حارة في العاصمة إلى 36 درجة مئوية مع أجواء حارة عاصفة ومغبرة وعاصف رمديهم وتوقع في ساعات اليلة في حارة 16 درجة مئوية تراجحات في درجات حارة ليلة اليوم السبت تراجع من 36 إلى 26 درجة مئوية مع بقاء بعض الأتربة والرمال العالقة والصغر ليلة 13 درجة مئوية أما يوم الأحد فتكون درجة حارة 27 درجة مئوية في ساعات النهار والصغر 15 درجة مئوية نحن نتعرف درجات حارة العظمى وتوقع يوم الجمعة والصغر ليلة الجمعة على السبت نبدأ شماء من سكاك 20 إلى 8 مع أجواء عاصفة ومغبرة كذلك أمر في عرارة من 28 درجة ثمانية وأتربة متارة في تابوك من 22 إلى 29 درجة مئوية المناطق الغربية في جدة 32 إلى 23 بعض الأتربة المتارة في مدينة منورة 34 إلى 17 37 درجة مئوية متوقع في مكة المكرمة نهار من صغر 23 في الطائف من 28 إلى 16 درجة مئوية في جنوب غرب المملكة تكون في أبوك من 26 إلى 15 مع احتمال الأمطار راعدية 23-13 في الباحة و 31 إلى 25 درجة مئوية في جازان شرقا في الإحساء تكون درجة حارة من 39 نهارا 16 درجة مئوية في ساعات الليلة تقترب من 40 درجة مئوية في كل من الإحساء والدمام مع أجواء عاصفة ومغبرة في هذه المناطق 39-18 في الدمام و33 إلى 11 في حفر الباطن المناطق الوسطى من المملكة تكون في الرياض 36 إلى 16 مع أجواء عاصفة ومغبرة 36-12 في بريدا و 29 إلى 7 درجة مئوية في حائل مع أجواء عاصفة ومغبرة قبل الختام جملة من التنبيهات والتوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة أولاها الانتباه من شدة سرعة الرياح وضرورة تثبيت المقتنيات الخارجية الانتباه من مخاطر ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء وبالتالي أيضا من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية أو ربما لعدامها بسبب العواصف الرمضية للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق تقصي العرب ليصلكم كل ما هو جديد دائما بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء اشتركوا في القناة